لأي مدى يمكن أن تكون هذه الزيارة سنقول امتداد لمبادرة الشرق الجديد والشرق الأوسط الأخضر تحديدا نعم سيد شمخي تسمعني عفوا نعم 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 فضل مساء الخير عليك وعلى ضيفيك وعلى مشاهدي قناة الان بي سي عراق وعلى مشاهدي ومتابعي الحياة نامج الحقيقة يعني بقدر هذه المبادرات إذا كانت مبادرات المشرق الجديد أو الشرق الأوسط الأخضر هي مساعي لإقابة علاقات وشراكات اقتصادية مساعي للتأسيس لمنطقة آمنة لأننا نعيش في منطقة فيها بعض البؤر الساخنة كاليمن مثلا وسوريا بعض هذه البؤر بالتأكيد تؤثر على أي مشاريع للتنمية أي مشاريع للسلام والاستقرار وبالتالي هاتين المبادرتين يمكن أن تكونان مفتاح لإيجاد حلول للمنطقة وإيجاد شراكات اقتصادية وسياسية وبالتالي المغادرة أو الخروج من محاور التشنج والاستقرار التي تسعى إلى أن تلقي بظلالها على المنطقة الحقيقة تمخذت عن زيارة مصطفى الكاظمي إلى الأمارات أو إذا كانت قبلها للسعودية هو هذا مسعى مسعى للانفتاح على ما يمكن أن نسميه العمق العربي للعراق وكان الرئيس الوزراء قد تحدث عن هذا الموضوع وأشار بالتحديد على أن دول الخليج هي عمقنا الستراتيجي وبالتالي العراق باعتبار يعني بيئة مهيئة للاستثمار بيئة بحاجة إلى الإعمار بعد مغادرة فترة الحرب مع داعش وتحقيق الانتصار الكبير الذي يعد انتصارا ليس للعراق فقط وإنما لدول الأقليم للمنطقة العربية والعالم أجمع وبالتالي تبدأ الصفحة الثانية يعني هي صفحة الاستقرار صفحة إقامة السلام وصفحة التنمية وإقامة شراكات اقتصادية بين دول الأقليم ودول العالم طيب ترجمة نانسي قنقر